السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله طالبة العلم طالب العلم في المراحل الابتدائية العليا المتوسطة الثانوية وفي المرحلة الجامعية مبروك مبروك أنتم تتعلمون بطريقة جديدة لم يسبق لوالديكم التعلم من خلالها ولا لأحد في المملكة العربية السعودية لماذا أبارك لكم؟ أبارك لكم لأنكم تخضون تجربة ستمكنكم من قفزة نوعية في المستقبل ستفتح لكم مجالات شتى ستكون كنز من الذكريات تتشاركوا بها مع أصدقاء وأولاد وربما أحفاد هذه التجربة ستمكنكم من تقدير كل شيء في واقعنا بإذن الله عندما تعود حياتنا كما كانت في السابق سنقدر مبنى المدرسة ومقهى الجامعة والمكتبة سنقدر معلمينا ومعلماتنا وربما الأطراب الذين لم نكن على وفاق معهم اليوم لدي بعض النقاط نتشارك بها لنحاول أن نستقل ونعتمد على أنفسنا من خلال فرصة تعلمنا عن بعد رقم واحد عند الاستيقاظ استشعر أنك تعيش يوم جديد غسل وجهك فرش أسنانك ورجع أن بدل ملابسك وأكيد نكون صلينا افطر افطار شحي وجيد واتجه إلى ركن الدراسة لم أسميه مكتب هو ركن مريح به أغراضك منظم كتبك دفاترك أدواتك القلم الرصاص مبري والقلم الآخر يعمل غير ناشف ربما يكون لديك كرسي اعتيادي ضع عليه وسادتين واجعله مريح لتركز أكثر ونرتاح أيضا أتمنى أن نعلق جدولنا الأسبوعي في الجدار أمامنا لما؟ ذلك فسحة للعين والعقل نهدأ ونتصبر بأن اليوم على وشك الانتهاء أريدك أن تتعرف على مشتتاتك هل هي صوت أخي الصغير في الخلفية لقلب السماعات؟ هل هي دخول الوالدة المتكرر للأتمأنان عليه؟ أعلق بهذا الصدد وأطلب من الوالدة التواجد في الأوقات المتاحة الموجودة في جدولي أثناء فترات الاستراحة حياتك وحياتك لا تقتصر على المدرسة الافتراضية أمشي حوالين البيت تطوع اذهب إلى أصدقائك مع أخذ الاحترازات والكمامة سجل في مؤتمرات دولية مثل الـ MUN ومواضي الـ United Nation لم تكن متاحة في السابق مطلقا نريد منك أن تتفاعل وأن تتواصل فأنتم مركز اهتمام الجميع ترجمة نانسي قنقر